عقد مؤتمر تعزيز الحياد التنفسي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم السياسات المنافسة والحياد التنفسي ونظم المؤتمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثل الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثل مجتمع الأعمال هو مؤتمر مش بس مصري وهو مؤتمر دوري احنا بنقول ان الدورة المصرية يعني هو طبقا لآخر اصدار وثيقة أبريكية الدورة مهتمية جدا بمسألة الحياد التنفسي لان الحياد التنفسي ومنع السياسات الاحتكارية شيء مهم جدا لزيادة الانتاجية وتحفيز القطاع الخاص في الدخول في الاستثمار ومش بس طبعا القطاع الخاص المصري وكمان الاستثمارات المصرية والاستثمارات الأجنبية فهذا المؤتمر مؤتمر هام جدا الهدف المؤتمر هو خلق وعي للمجتمع الأعمال والجهات الإدارية بالدولة بشكل عام على مبادئ الحياد التنفسي وستراتيجية الدولة المصرية للحياد التنفسي 2022 والتي تم اطلاقها وفقا لإستراتيجية جهاز حماية المنافسة وهنا يمكن النهاردة بنشوف المؤتمر الأول لهذه الاستراتيجية واللي احنا بمقتضاء بنشوف تطبيق بنخلق وعي إضافي لمجتمع الأعمال مدخل هذا المؤتمر أو عنوانه هو الحياد التنفسي يعني حرية المنافسة داخل السوق المصري المنافسة الحرة أو الحياد التنفسي معناها حرية المنافسة بين كل اللاعبين في القطاع سواء أجهزة حكومية أو قطاع خاص مستثمر أجنبي أو مستثمر محلي وقلنا أنه أكدت استراتيجية الدولة في هذا السياق أن الحياد التنفسية عنصر وركن أساسي لتحفيز الاستثمار المباشر أنا بعتبر أن هذا قانون الحياد التنفسي إن شاء الله قريب اللاجحة التنفسية تنزل بتاعته يعني ده من أهم القوانين اللي هي بعتبرها نقلة إيجابية جدا للإقتصاد المصري في المرحلة القادمة لأنه ده بيخلق المساواة بين جميع القطاعات التي تعمل في الإقتصاد المصري كات حكومة، قطاع عمال، قطاع خاص ترجمة نانسي قنقر